الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لحن الجال بعض الناس يقرأ يقول مثلا الحمد لله رب العالمين الحمد لله قراءة شازة وهي قراءة الحسن البصري وليس متواترة أما المتواتر الحمد بضم الدال لو واحد قرأ وقال مثلا إياك نعبد وإياك نستكسل الكاف فهذا لحن يفسد المعنى أو نعبده يفسد المعنى طيب لو واحد قرأ أهدنا الصراط المستقيم هي إهدنا هذا متواصل لكن إذا قلبها همد تقاتل قال أهدنا تصبح الكلمة من الهدية يعني أعطينا هدية ولكن الصحيح إهدنا ثبتنا وارشدنا يا رب العالمين لو واحد قرأ قال أنعمت بدل أنعمت فهذا لح يغير المعنى كذلك الضالين لو واحد قرأ قال ولا الدالين فجعلها دالا بدل الضاد أو قال ولا الضالين بالضال الخالصة كذلك يستد المعنى لأن الضال الضالين جمع ضال والضلال غير الظلال لو قال الضالين جمع ظل يعني معناها الاستمرار وبعض الناس يقول ولا الدغالين الحصة الذين لا يتكلموا باللغة العربية فجمع بين الدال وبين الغين وهذا خطأ ولكن صحيح ولا الضالين